السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبع قناة مارك أخبار يوميا مرحبا بكم في فيديو جديد وعاجل استئنافية البيضاء تصدم مومو من جديد وهدو الحكم في حقه استئنافيا وفي تفاصيل الخبر فقد قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الاثنين في الدعوة العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في قضية المنشط الإدعي محمد بصفيحة الملقب بمومو والقاضي بحبسه أربعة أشهر نافذة وكذا تأييد حكم المتهمين مصطفى وأمين مع تخفيض عقوبة أمين من خمسة أشهر إلى أربعة أشهر حبسا نافذة في قضية اختلاق جريمة صرقة وهمية على الأتير الإدعي نعودها في القضية التي هي اختلاق جريمة صرقة وهمية على الأتير الإدعي المحكمة أيدات الحكم كتعني أنه في ابتدائيا تحكم عليه بأربعة أشهر وفي استئنافيا اللي وقعت الحكم وقع اليوم أيدات الحكم كتعني أنه محكم دابعة أربعة أشهر نافذة وفي الدعوة المدنية التابعة قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنفة فيما قضى به لفائدة تاهيت راديو والحكم بأداء أمين ومصطفى تضامنا لفائدة إداعته التراديو بتعويض قدره 25 ألف درهم وتأييد الحكم الابتدائي في الباقي وأدينا المتهمون مومو وأمين ومصطفى من أجل تهم تتعلق باختلاق جريمة صرقة وهمية ونشر خبر زائف يمس الإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية في الضار البيضاء قد أدانت تولة 9 أبريل 2024 المنشط الإدعي محمد بصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافدا فيما أدانت المتهم أمين بخمسة أشهر حبسا نافدا وثلاثة أشهر حبسا نافدا في حق المتهم مصطفى الذي سوف مدت العقوبة الحبسية وغادر أصوار سجن عكاشا قبل أسابيع وتابعت النيابة العامة محمد بصفيحة مومو في حالة صراح مؤقت مقابل كفالة 100 ألف درهم أي 10 مليون سنتيم والذي شدد في تصريحاته أمام هيئة الحكم ابتدائيا واستئنافيا أنه لا علاقة شخصية تربطه مع المتهمين أمين ومصطفى وأنه تعرض للاستغلال في هذه الواقعة بينما أدين المتهمون مصطفى وأمين في حالة اعتقال بالنسبة للحكم تقدر بالنسبة للمومو أشغل وقاعدابة أما يقدر أمر القاضي بالاعتقال دياله فورا ويتم الزج به في السجن هذه من جهة ممكنة أو يتم تركه إلى أن تمر القضية في محكمة النقد ودكسعة فشعة تحكم محكمة النقد في حالة تم رفض ديكسعة سيزج به بالسجن بشدوز العقوبة الحبسية دياله اللي هي أربعة أشهر وهذا شيء بطبيعة الحال كيبقى القرار دائما للقضاء وشكرا لكم